طبعا الاتفاقية اللي بينه وبين المركز هي لتقديم أفضل خدمات التكنولوجيا للقطاع الحكومي في أبوظبي بشكل أنه يستفيدوا مش بس ما يكون فيه نوع من الاتفاقية الموحدة للقطاع الحكومي ولكن الخدمات الفنية مساعدت القطاع الحكومي بالتدريب في بناء البنية التحتية اللي تشكل أفضل الخدمات في القطاع العام للمواطنين وتحسين تنافسية دولة الإمارات بشكل عام والخدمات والارتقاء فيها في إمارة أبوظبي دولة الإمارات وحدة من هذه الدول اللي هي عندها ما يسمى بالاقتصاد المبني على الابتكار وكل سنة عم بتجدد دولة الإمارات مركزها في هذا الإطار استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام في تكنولوجيا المعلومات حوالي 7 مليار دولار